دي رسالة ليك النهاردة امتلئ بالروح العدد عدد 18 يقول كده لأننا نحن غير ناظرين للأشياء التي ترى بل للتي لا ترى لأن التي ترى وقتية أما التي لا ترى فأبداي نحن مين؟ قط بن قسين نحن المؤمنين أولاد الله عندنا عيون روحية ترى ما لا يرى نحن غير ناظرين للأشياء التي ترى بل للتي لا ترى لأن التي ترى وقتية أما التي لا ترى فأبداي فاكرين قائد الماء كان عنده العيون دي كان يرى ما لا يرى كان رجل طقي يصنع حسنات كثيرة في الشعب وكان محبوب في المجامع لأنه كان يبني المجامع من أجل مجد الله وعنده ابن خدمه تعب سمع عن يسوع وأرسل أشخاص للرب يسوع قال له كده تعالى اشفي الغلام أنا عندي الغلام مريض جدا غلامي تعبان جدا وعلى آخر نسب فالشيوخ دولة راحوا لرب قال له ده إنسان صالح بنا لنا المجمع وبيعمل خير كتير من فضلك تعالى اشفي غلامه رب قال له أنا جايش فيه والرب هو في طريقه رايح البيت لقائد المئة فقائد المئة أرسل لي ناس أيضا لما سمع أن الرب جاي له قال له رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقف بيتي دي على فكرة رؤية ما عملش بقى حفلة آه ده الرب جاي بيتي نحن لازم نعمل وليمة وإيه بقى يعني فرحان قوي إن الرب جاي بيته الراجل ده عمل حاجة روحية عجيبة لأنه ينظر إلى ما لا يرى لو عايز تتعلم النظر إلى ما لا يرى بص للراجل ده قال له أنا إنسان مرتب تحت سلطان أقول لهذا اذهب في هذا وأقول لهذا تعالى قال له أنا عندي أنا قائد مئة وعندي عساكر وجنود تحت يدي أنا ليه سلطان عليهم خاضعين لأوامري طيب إيه علاقة ده بالشفة ومجيء الرب البيته وزيارته كده الراجل ده عايز يوصل رسالة ليسوع أنا عندي سلطان في الجيش بتاعي بس أنا خاضع للسلطة العليا أنت السلطة العليا لو أنا رئيس جيش فأنت رئيس الرأساء وأنا خاضع لي قول كلمة فيبرأ غلامي طب ما تخليه يجي بيتك بيتك على قلية بارك الراجل ده ما كانش بيفكر بطريقة جسدية لأنه كان ينظر للأمور التي لا ترى قال له قول كلمة فيبرأ غلامي رب يقول كده فنظر الرب إلى تلاميذه وقال لم أجد ولا في إسرائيل إيمان مثل هذا أعلى مستوى الإيمان كان موجود في الراجل ده لو عايز توصل لأعلى مستوى في الإيمان ادرس المعجزة دي تأملها كل يوم هذا الرجل لم يرى الأمور بعيون الجسد ما بصش كده آه يسوع هيجي للبيت وهتحصل للبركة وإيه بيتي حينور وإيه بالمرة يبارك لا قال له لا مش مستحقة يجي تدخل بيتي قول كلمة إذن هو نظر لإيه للجسد ليسوع بالجسد ولا نظر ليسوع الكلمة ليسوع الجسد ولا يسوع الكلمة الناصرة هم نظروا ليسوع الجسد مش ده يسوع وإخواته عندنا يسوع ابن النجار وأمه مريم بصوا بصولوا إزاي من أين له وهذه الحكمة مش ده يسوع ابن النجار ابن مريم إحنا عارفينه بصوا ليسوع إيه الجسد البشري ما بصوش ليسوع الكلمة الإلهية هذا الرجل قال له لا 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 مش لازم تجيلي بالجسد قوي كلمة غلامي شفية في حين إن أهل الناصرة نظروا ليسوع بالجسد مش ده يسوع ابن النجار ابن مريم أخواته عندنا ومترابين من أين له هذه الحكمة يقول فلم يقتر أن يصنع آية واحدة انتبهوا في فرق بين أنك تنظر بالروح وتنظر بالجسد قائد المئة نظر إلى يسوع بالروح شعب الناصرة نظروا إلى يسوع بالجسد فكانت النتيجة إداهم دهره ولم يقدر أن يصنع لهم أي شيء رغم أنه كان مستعد يعمل المعجزات مستعد أنه يعمل أمور خارقة يشفي المرضى ويقوم الموتى ويخرج الشاطين لكنه لم يقدر المانع لسبب عدم إيمانه إيه اللي منعه عدم الإيمان لم يقدر لأنهم نظروا بالجسد حتى وإنت وبتتعامل مع رجال الله وخدامه اللي هو ما تبص ليش فيه ناس كده ممكن تبص آه الكادم ده تخين الكادم ده رفيع الكادم ده شكله مش عجبني الكادم ده شكله ما تنظر مش مهم الخادم تخين رفيع طويل قصير الروح الكدس هو اللي يصنع المعجزات مش الخادم شكله إيه ولا ثقافته إيه ولا هويته إيه ولا بلده إيه ولا بيكلم بلغات ولا ما بيكلمش مش ده المهم الروح الكدس هو اللي يطلق شعبه وليس الخادم ما تبص ليش على إني أنا اللي بأعمل المعجزة ولا شفاءك في إيدي ولا تحريرك في إيدي مش أنا ده الروح الكدس هو اللي يصنع المعجزة مش مش الانسان البسيط الضعيف اللي وقف قدامك ده أنا ما أقدرش أعمل لك حاجة الروح الكدس هو الذي يعمل في وسطنا فلما تيجي تتعامل معه تتعامل مع روح الكدس مفضلك ما تنظر ليش أنا ما أقدرش شفيك أنا ما أقدرش أحررك أنت بتصلي في مكانك بتصرخ لي وأنا خادم الله وليس الله أنا مش الله ما تطلبش مني أنا أنا خادم الله حيث يكون الرب هناك أنا أكون خادم الرب يمكن أنا الجسد ده هو اللي روح الله بيجي لك منه فما تتعاملش مع الجسد تعامل مع الروح اللي في الجسد روح الله عشان تنظر للخادم أو للأسيس في الكنيسة بنظرة مختلفة لو أنت بتؤمن أن الروح القدس فيه فأنت تأتي إلى الروح سعي جدا بالدموع لكن أنا أتعجب أن بعض الناس لما بيقفوا في تابوري الصلاة بيقفوا بكل كبرياء وعجرفة ده دليل أنك بتتعامل مع إنسان مش مع الله لكن فيه ناس تقف قدام الروح القدس بالدموع صدقني النوع ده من الناس هو اللي بيطلق فورا من أي مرض